سلام عليكم مش مانسين رجالة الجامعات اي ان كان بقى في اولة في تانية في تالتة في اي تنجان دي المواضيع المبدئية اللي احنا نبدأ بشرحها في الاول في الماث يعني اول حاجة نشرح الريل خب بالك من شيء مهم ان كل توبك من دول او كل موضوع من دول جوا مجموعة مواضيع كبيرة يعني دي ممكن تاخد من هنا اربع خمس فيديوهات بعدها بنتكلم في اللي هو النهايات والاتصال اللي فوق دي اللي هي الدوالة الحقيقية هنا دي النهايات والاتصال ده برضو توبك هنخش جوا نتشعب يعني يعني ده هيخد له مثلا بتتكلم في اربع خمس فيديوهات يمكن اكتر الديفرنشيل او الديفرنشيشن اللي هو الاشتقاق بجميع انواعه لجميع الدوال بجميع انواعه بتطبيقاته ماشي كده يعني ده هيبقى برضو كبير قوي بنتكلم حتى في ان احنا هنجيب الماكسيمون بوينت والمينيمون بوينت ليد القيم العظمة والصغرى والحاجات دي يعني ده التفاضل كله بالبرشل الديفرنشيشن اللي هو التفاضل الجزئي بعد كده بنتكلم على البرشل فراكشن واللونج ديفيجن او السنستيك ديفيجن هي هي اللونج ديفيجن بس طريقة مبساطة يعني بعد كده هنخش في الانتجريشن لازم نشرح برشل فراكشن قبل الانتجريشن بعد كده هنخش على اللينيال الالجيبرا اللي هي الماتريسيز والديترمنانت اللي هي المصفوفات والمحددات الجبر الخطي بعد كده الكونكسيكشنز ده جزء الناليتك شوية يعني جزء هندسة بعد كده هنتكلم في الديفرنشيال اكويشنز اللي هي الفيرست اردر ديفرنشيال اكويشن والهاي اردر ديفرنشيال اكويشن بعد كده السيريز اللي هي المتسلسلات دي اللي هي المعادلات التفاضلية دي ما عرفش كونك ده اشكال مخروطية تقريبا يعني الديفرنشيال اكويشن اللي هي المعادلات التفاضلية فيرست اردر وهي اردر السيريز اللي هي المتسلسلات في حاجة اسمها Convergent Series وDivergent Series بعد كده هنتكلم على الفورير سواء Series أو Transiform بعد كده Plus Transiform ولو في النص في مواضيع ظهرت محتاجين نشرحها قبل مواضيع هنشرحها هل ده كل اللي احنا هنشرحه في مناجي الجامعات؟ لا في عندك لسه المواضيع دي ممكن تغطي حاجات في مث 1 وحاجات في مث 2 بس عمتا أنا ماشي بالتسلسل طيب في حاجات ممكن مثلا سيجنالز في مادة اسمها سيجنالز في هندسة الصلاة وفي حاسبات القاهرة أو حاسبات عمتا دي برضو هتتشرح من ضمن الحاجات بس دي لسه مش دلوقتي خلاص؟ فاحنا نبدأ واحدة واحدة نمشي بالراحة كل حاجة تتشرح عايزين مش راحة باتقان عشان نبقى احنا ماشيين كويس في الكورس بتاعنا أو في شرح الماس يعني طيب هنبدأ مع أول موضوع وهو اللي احنا مهتمين ده أول أنا عايزك تصور لي عايزك تصور دي عشان تبقى عارف الترتيب اللي احنا ماشيين به وكل حاجة هتخلص هقولك دي خلصت ودخلنا عم نقطة تانية نروح لأول طبك يا جماعة وهو الريال فونكشنز جوه الموضوع ده هنشرح ايه هنشرح الريال فونكشنز يعني الدولة الحقيقية ايه شروطها وازاي اشتغل عليها الدومين بتاع اللي هو المجال الانكريزينج والديكريزينج اللي هو التزايد والتناقص بتاع الدلة دي الكمبوزيشن فونكشن اللي هي الدلة التركيب والرينج اللي هو المدى وده مشكلة ده مشكلة هقولك ليه انه هو مشكلة بس لما نشوف يعني يوحل ماشي بعد كده هنتعلم نعمل سكيتشنج للفونكشنز يعني نرسم الدوال نرسم الدوال اللي فوق دي اللي احنا بندرسه ثم هنتكلم على الـ اللي هي الدوال الزوجية والفردية والـ اللي هي الدوال اللي هو حادية والـ التي هي الدلة العكسية تمام بعد كده هنتكلم عليك صيبولينشال فونشن اللي هي الدوالة القصية واللغيرة مك فونشن اللي هي الدوال اللغر اتمية في نفس الفيديو كل واحد من دول فيديو لوحده اخر حاجة او هنا قصدي اسف فمش اخر حاجة اللي هي دلت القيمة المطلقة اللي انتو كنتوا بتسموها دلة المقياس. وفي نفس الفيديو هناخد حاجة اسمها اللي هي الدوال المعرفة باكثر من قعدة. اللي هي الدوال المعرفة باكثر من قعدة. يعني باكثر من قعدة. تمام? في نفس التوبك ده عندنا اللي هي الدوال المثلثية. معلش الكلام ده مهم انك تكون عارفه. وعندنا حاجة اسمها اللي هي الدوال الازائدية دي هتدرسوها برضو. وعندنا بعد كده اللي هي الدوال المثلثية العكسية. والانفرز هايبر بوليك اللي هي الدوال الزائدية العكسية. ده كده كل اللي هتشرح في التوبك الاولاني. اللي هو هياخد معنا شهر. لانه كل يوم جمعة هينزل لك فيديو هين. يبقى تمام مواضيع بشهر. يبقى شهر كامل بنشرح فيه التوبك الاولاني. اللي هو الريال فونشنز وده كلام مهم اوي. ثم الشهر التاني هناخد فيه الليمتس والكونتينيوتي آآ غالبا يعني. لسه برضو لما نيجي لها. هقول لك هنوضع دي نشرح وكونتينيوتي. طيب تعال بقى ليه اول موضوع معنا خالص او اول فيديو معنا هنشرح فيه. يعني انا دايما وانا بشرح هقول لك احنا دلوقتي بنشرح كزا. تبع الموضوع كزا. فدول دول كده التمن فيديوهات بتوع الريال فونشن. خلاص? عشان نبقى على مهلنا وبالروحة يعني. خلاص? اول واحد فيهم. يبقى احنا دلوقتي جوه التوبك بتاع الريال فونشنز. التوبك بتاع الريال فونشنز اول درس فيه اللي هو اللي هو ايه? الريال فونشنز والديكريزينج والانكريزينج والدومين والرينج والكلام الفاضي ده. فنبدأ اول حاجة بتعريف الريال فونشن. الريال فونشن يا محترم يعني الدلة الحقيقية بيكون فيها يعني اكس او اف. حيث اكس سهم واي. اف دي اللي هي الفونشن الدلة اف. ماشا كده? كان اسمها هناك دال سين. هنا اسمها اف اف اكس. اكس اللي هو قيم سين او قيم اكس اللي هي بجيب منها الدومين او المجال. الواي دي اللي هي قيم واي. اللي هي قيم صاد زمان اللي احنا بنجيب منها المدى او اسمه دلوقتي الرينج. ماشا رايز? طيب عشان تكون الدلة حقيقية او الفونشن دي ريال فلازم يكون كل قيمة في اكس بيقابلها قيمة واحدة في وي. لازم يكون كل قيمة الاكس بيقابلها قيمة واحدة في وي. ما ينفعش قيمة في اكس يبقى ليها اكتر من قيمة في وي. يعني ايه? يعني انا مثلا مثلا. لو عندي افو في اكس. يعني ده اللي تسين. تساوي اكس زائد اتنين. فدي كده اللي هي الصاد او اللي هي الواي. يعني انا كده معايا واي بتساوي اكس بلاس دو اكس زائد او بلاس اتنين يعني. تمام كده? فكل قيمة في اكس لو قابلها قيمة واحدة في وي. دي كده اسمها اكوشن. دي حتى الان اسمها اكوشن. يعني معادلة. معادلة يعني حاجة بتساوي حاجة. اكوشن دي معادلة جاء من كلمة يعني ساوي ما علينا احنا مش هل نشرح كورس انجليزي طيب هل معادلة دي دلة هل كل المعادلات دوال عشان تبقى المعادلة اللي قدامي تعبر عن دلة او عن لازم يكون كل قيمة في سين بيقابلها قيمة واحدة في صابق فانا دلوقتي لو عودت عن السين بواحد هتطلع لي او عن الاكس بواحد يطلع لي الاكس باتنين تطلع واي باربعة الاكس بزير وتطلع واي باتنين وهكذا يبقى افري او كل قيمة الاكس بيقابلها قيمة واحدة فقط في واي اذا هذه فانكشن طيب لو حابي برسم الفانكشن دي بعيدا عن هرسمها ازاي انت لسه هنتعلم مع بعض في محتوى الكورس ده ازاي ترسم دوال لو انا حابي برسم دي وما لكش دعو هرسمها ازاي فده هيبقى ليم ده خط الخط ده بيترسم ازاي بيترسم كده يعني لو حطينا الاكس بصفر نجيب تقطعه مع محور الصادات اللي هو بيمثل الواي دلوقتي الاجس المجابة دي نقطة الاصل الارجين بنسميها او دي الاجس المجابة دي الاجس السالبة دي الواي المجابة دي الواي السالبة فيقطع محور حط الاجس بصفر تطلع وي باتنين يبقى الخط ده بيقطع الصادات في اتنين. وحالة هاتL-x كتطلع بسالب 2. طيب الخط ده عامل كم؟ بص على الخط ده. هل في قيمة C لX يعني. بقبلها اكتر من قيمة فصاد ولأ؟ لأ هذه بقبلها قيمة واحدة. كل قيمة سن بقبلها قيمة واحدة ف الصاد. كل قيمة في سن بقبلها قيمة واحدة فصاد. اذا هاد هي هي فونكشن. طب ازاي نتعرف عليها بيانيا. يعني ازاي من الجراف بتاعه من الرسم بتاعتها قدر اتعرف دي ما فا mayor قيمة قال لك يا سيدي لو رسمنا أي خط رأسي زي كده ده اسمه خط رأسي أو vertical line أي vertical line أي خط رأسي هلقيه بيقطعها في نقطة واحدة فقط لو كان عندي خط رأسي واحد بيقطعها فكتر من نقطة فهذه ليست دلة نقطة function ليست function خلاص كده طيب يعني هنا أي خط رأسي بيقطعها في نقطة واحدة إذن هذه دلة function خلاص طب دلوقتي يا رايس معلش انت كده وريتني مثال على دلة عايز مثال على حاجة مش دلة لما قولك مثلا y square equal x طلاس 2 دي حتى الآن هي equation معادلة دلة ولا مش دلة لو سيادتك أو خلينا نقول عشان للتسهيل لما نيجي نرسم خليها x بس لو حطينا دلوقتي x باربع هيطلع y تربيع باربعة يعني y equal موجب أو سالب اتنين يعني بتساوي موجب أو سالب اتنين طيب كده كل قيمة الاكس أو في قيمة الاكس بيقابلها قنتين لصد أو الواي فبالتالي دي نقطة فونكشن ليست دلة طب لو حابين نرسم ونشوف هنا لو عايزين نرسم الرسمة دي الرسمة دي هتبقى عاملة جيد فواضح ان كل قيمة في سين في اكس بيقابلها اكتر من قيمة افصاد ادي واحدة ودي التانية يبقى كده دي ليست دلة طيب لو رسمت اي خط رأسي اختبار الخط الرأسي او الvertical line هتلاقيه بيقطعها فاكتر من نقطة اذا هذه ليست دلة على سبيل المثال مثلا لما نشوف الاكوشن بتاعت السيركل بتاعت الدايرة اكس سكوير بلوس واي سكوير ايكوال اربعة مثلا دي معادلة دائرة اكوشن وفا سيركل حتى الان هي معادلة اكوشن طب هي دلة او مش دلة لو رسمنا الدلة دي او الدايرة دي الدايرة دي السنتر بتاعها او مركزها هو الوريجن اللي هو نقطة الاصل صفر وصفر ونصف قطرها اللي هو الريدياس اسمه الريدياس بابل انجليش نصف القطر هيبقى جزر اربعة لان اللي هنا ده كان بيساوي نق تربيع او ار تربيع او نص القطر متربع يطلع بيساوي جزر اربعة اللي هو اتنين فحضرتك لو رسمنا هذه السيركل هنلاقي ان الوريجن او نقطة الاصلة هي اللي هي المركز وطول نصف القطر اتنين يعني هنا هبعد عن دي وحدتين اجيب نقطة على الدايرة واطلع فوق اتنين بجيب نقطة على الدايرة وامشي هنا كده اتنين بجيب نقطة على الدايرة نيجاتف تو وانزل تحت اتنين بجيب نقطة على الدايرة ونرسم ادي الدايرة دي رسمة هذه المعادلة لو بصيت على اي قيمة في سين وليكن دي على اكس يعني وليكن دي مثلا واحد هلاقي اني ليها قيمة فوق على الصدد وقيمة تحت على الصدد يبا هذه نقطة فانكشن هي ايكوشن هي معادلة داير معادلة ولكنها ليست فانكشن ليست دلة ولو رسمت اي خط رأسي هتلاقي بيطاع فيه نقطتين تمام كده طيب اما لو جينا من هنا عملنا كده هو يعني صد بتساوي جذر اربعة نقصين تربيع وحبنا نلسم دي دي رسمة نص دايرة هتبقى عاملة كده هلاقي اني دي دلة بقى ليه لان اي خط رأسي هيطاعه في نقطة واحدة بس يبقى نص الدائرة دلة انما الدائرة نفسها ليست دلة وانما معادلة حتى كان ممكن من غير مرسم احدد ان دي مش دلة حط الاكس مثلا باثنين او حط الاكس لأ بواحد يبقى واي سكوير ايكوال تلاتة بعوض فهو حل يطلع انه واي بتساوي موجب او سالب جذر تلاتة فكل قيمة في سين بيقابلها قمتين في صوت يبقى دي لايسى الدل يبقى حل يبقى انا فهمت ايه هي اشروط الدل تبتعان حل امثلة شوية اكزامبل زي كده رايقة تشوف منها الموضوع ده عملك يا ولدي هنا دي الراجل يسمني رأسمة زي كده بيقول لي حد حد دي دلة ولا مش دلة خلاص عشان نختصر بس فالراجل مديني رأسمة زي دي قول لي دي دلة ولا مش دلة فمن الشكل عشان اعرف هي فانكشن ولا لأ ارسم الخط الرأسي هلاقيه بيقطع فيه نقطة واحدة فقط اي خط الرأسي بيقطع في نقطة يبقى دي فانكشن ده منطقي اصلي ليه عملوا اختبار الخط الرأسي اصلي اختبار الخط الرأسي ده او الفيرتكال لاين ده لو قطعك فاكتر من نقطة يبقى معناها ان الاكس كل قيمة فيها بيقابلها اكتر من قيمة عصار اما لما يقطعني في نقطة واحدة بس يبقى كل قيمة في سين بيقابلها قيمة واحدة في صار ده منطقي جدا طيب يبقى دي فانكشن تاني رأسمة بيديني رأسمة زي دي دي فانكشن ولا مش فانكشن والله هتقول لي الخط الرأسي بيقطعها فيه اكتر من نقطة يبقى دي مش فانكشن مش دلة وحتى بالمنطق من غير مرسم خط رأسي واضح ان اي قيمة في سين ليها اكتر من قيمة في صار ومش شرط كل القيمة على فكرة ما خد بالك هنا سين بصفر وصاب بصفر بس بس في نقطة تانية كل قيمة الاكس بيقابلها قمتين لوايفا دي نقطة فانكشن ليست دلة طب خد دي رسمني رسمة زي كده دي فانكشن ولا لأ لو رسمنا خط رأسي هنا بيقطعها في نقطة هنا بيقطعها في نقطة هنا بيقطعها في عدد لا نهائي من النقطة واضح ان فيه قيمة في سين هنا لها اكتر من قيمة في صار اهو صح كده يبقى دي ليست دلة طب كلام جميل كده فهمنا بصام لو جات لي مسألة بيقول لي حد بدي دلة ولا لأ هعمل اختبار الvertecal line او الخط الرأسي طب كلام ممتاز قوي طب عايزة نقشة كنا في حتة كده لو قلنا ان فيه فانكشن الاكوشن بتاعتها اكس ايقوال اتنين لأ او دي اكوشن ولا ايه وهنا واي ايقوال واحد دايما لما يبقى عندي اكس ايقوال تو ده او اكس ايقوال رقم عمتا يعني سين بتساوي رقم فده لما بجرسمه فده بيبقى خط رأسي يعني ادي الاكس كوردينت اللي هو محور سين وادي الواي كوردينت محور ساوط ماشي لما جرسم الخط اللي هو اكس بيساوي اتنين ده فده خط رأسي بيقطع محور السينات في اتنين او قولي ده دي اكوشن دي فونكشن بقى ولا مش فونكشن هقولك والله لا دي مش فونكشن ليه لان في قيمة في سين ليها اكتر من قيمة في صاد يعني عند سين باتنين الصب واحد والصب واحد ونص والصب واحد وسبعة من عشر والصب باتنين والصب مية يبقى دي لايست فونكشن دي مش دل اما دي بقى وي بتاكوال واحد لما لقي عندي خط او حاجة معادلتها وي بتسوي رقم فده بيكون خط افقي هوريزونتال لاي التاني لا اسمه فرتكال لاي هوريزونتال يعني افقي طيب الخط الافقي ده بيقطع الصلاة في كام في واحد بيقطع محور وي في واحد فهنا كل قيمة في سين بيقابلها قيمة واحدة في صاد لما سين بواحد صب واحد لما سين باتنين هو واحد من عشرة صب واحد فحتى لو عملت اي خط رأسي هيطاعها في نقطة واحدة بس يبقى لما اكس تساوي كونستانت رقم فدي ليست دل لما واي تساوي رقم فدي دل دي فونكشن خلاص طيب ننتقل بقى من تعريف الفونكشن والهري اللي هرينا في الفونكشن والكلام ده ننتقل الى النقطة التانية وهو الدومين بتاع الدل الدومين ده اللي هو بالعربي اسمه المجال في الناحية التانية في حاجة اسمها الرينج وهو المدى ايه بقى القصة دي بقى الدومين ده انت دلوقتي عندك دلة فونكشن الفونكشن دي عاملة زي المصنع عاملة زي ايه حاجة مصنع بديله قيم لسين او الاكس يدلع للناحية التانية قيم لصاب اللي انا بديهوله ده انا عايز قيمه يعني عايز المجال المجال ده بيتحكم فنقدر ادي ايه للدلة ايه هي قيم اكس اللي اقدر اديها للدلة هو ده المجال هو ده الدومين وده من اهم الحاجات في الرياضيات عمتاً بينما اللي هينتج هنا القيم بتاعته دي اسمها المدى يبقى المجال قيم اللي انا بديهولك قيم الداخل الامبوت بينما المدى ده قيم الخارج الامبوت خلاص كده يعني المجال او الدومين هو قيم الاكس الرينج هو قيم الواي قيم الدلة نفسها قيم الافوف اكس نفسها يعني ده بيجيب لي القيم على محور السينات او محور اكس بينما ده بيجيب لي القيم على محور الصدات او محور واي طيب الدومين ده نقدر اجيبه جبريا و اقدر اجيبه بيانيا ازاي اجيبه جبريا و ازاي اجيبه بيانيا تعالى نبدأ الاول جبريا انا دلوقتي لما اقول لك مثلا عندي اقول لك اهو فا يعني هو الرجل بيقول لي هات المجال بتاع الدوال الاتي اول واحد يقول لي ايكوان سيبك من رينج الوقتي همتكلم في المجال بس كان مهم ما فاهمك المجال ده بيجيب ايه والمدى ده بيجيب ايه افو في اكس بتساوي اكس سكوير بلاس اتنين الحوار هنا ان انا كايني بقول لك هات الدومين ده يعني ايه يعني هات قيم الاكس اللي اقدر اديها للفونكشن دي فانت عشان تقدر تحدد المجال بتسأل نفسك سؤال بسيط جدا هل في قيمة الاكس ممكن تخلي الدلة دي غير معرفة undefined يعني اقول لك والله لو حطينا الاكس هنا باي حاجات دنيا تمام فبالتالي المجال بتاع الدلة دي هو مجموعة الاعداد الحقيقية اللي اسمها حا دلوقتي بقى اسمها الريال نامبرز يعني المجال هو هو اكس تنتمي ليه يعني المجال هو قيمة او سين تنتمي الحا يعني ايه الكلام ده او حا دي لو عايز اكتبها في شكل او فترة اكتبها ازاي اعملها كده سالب ما لا نهاية وما لا نهاية ماشي ليه النيجاتف انفينيتي وبوزتف انفينيتي الله مش ابواصم دي كان عندنا زمان بنعمل فترة مفتوحة الاوبن انترفل كده فترة مفتوحة اسمها اوبن انترفل ها ودي كان بتبقى فترة مفتوحة كده اه يعني هم ادوها الرمز ده افضل يعني عايز تكتبها كده شغال عايز تكتبها بالمنظر ده شغال يعني من هنا ورايح الفترة المفتوحة بيكتبوها كده والفترة المغلقة بيكتبوها كده خلاص يعني ايه بقى الكلام ده يعني ايه الدلة دي مجالها هو سين او اكس تنتمي الحاق يعني ده معناه ان انا اقدر اعوض عاقف الدلة دي عن الاكس باي حاجة ومش هيحصل مشكلة ودايما الدواء الكثيرات الحدود اللي هي اسمها كده بولينوميال فونكشنز او بولينوميالز باختصارا يعني يعني دواء الكثيرات حدود اللي هي بتبع على الشكل ايه اا اكس بار ان زائد بي اكس بار ان نقص واحد زائد سي اكس بار ان نقص اتنين وهكذا لحد الحد المطلق هنا زد مثلا دول دواء بيكونوا ااا دي اسمها دواء الكثيرة حدود زي تلاتة اكس تربية زائد اتنين اكس زائد واحد زي خمسة اكس سكوير اللي هي اكس تربيع او خليها اكس تكعيب اللي احنا بنسميها اكس كيوب نقص تلاتة اكس تربيع زائد اتنين اكس زائد خمسة دي اسمها كثيرة حدود بولينوميال ماشي كده بولينوميال ماشي يا رايز فدي اسمها كثيرات حدود دايما الدومين بتاعها هو ح اللي هي مجموعة الاعداد الحقيقية اللي هي بالانجليزي اسمها مجموعة الاعداد ار او الريال لامبر طيب كلام جميل واحدة كمان يا باصل تابع المثال السابق بيقول لي عايزين الدومين بتاع الفانكشن دي مثلا افوف اكس بتساوي تلاتة على اتنين اكس قصة اربعة ناقص تلاتة اكس تكعيب زائد نص اكس ناقص اتنين برضو دي بولينوميال كثيرة حدود فبالتالي مجال هاحة يعني المجال الدومين هو ان الاكس تنتمي لمجموعة الاعداد الحقيقية يعني ايه؟ يعني نقدر اروح في هذه الدلة اللطيفة جدا اعوض عن الاكس بأي قيمة فيها ومش هيحصل مشكلة طب انا حاسس يا باصام ان الموضوع هنا مش باين لي برضو يعني ايه دومين طب تعال نشوف المثال اللي بقى افوف اكس ايه كون اكس على اكس ناس اتنين اه هنا بقى في مشكلة انما لو حطيت الاكس اتنين هيبقى شكل الدلة بتاعتي اتنين على صفر يعني بقت غير معرفة فبالتالي هنا اللي اتنين عملة مشكلة في المجال فعشان اجيب الدومين هنا هقوله الدومين المجال بتاعي يعني بقوله المجال لما اجيبه يعني انا بعمل ايه بقوله ايه اللي ينفع عوض بيه ايه هي قيم اكس اللي ينفع عوض بيها في الدلة دي فالدومين هيبقى اكس تنتمي لها يعني انا اقدر اعوض عن السين عن الاكس باي قيمة حقيقية ما عدا فرق الاتنين هو ده الدومين بتاعي هو ده الدومين بتاعي هو ده المجال بتاعي عشان كده كانوا بيحفظون او احنا في تانية سنوي او اولى سنوي على حسب ان تنظام قديم ولا جديد كان يقولك الدلة الكسرية اللي احنا بنسميها بالانجليزي الراشنال فونكشن اللي هي الدلة الكسرية دي جاية من كلمة نسبة او كسر علشنا يعني كسرية ده الكسرية عشان اجيب الدومين بتاعها بيبقى الدومين بتاعة مع ازة اصفار المقام اللي هي الدينومونيفور 0 الدينومونيفور يعنى المقام النومين 답ر البست ده كده اسمه نوميناتر ده كده اسمه دينومونيفور فبالتالي مع ازة اصفار الدينومλι اتر الزيروس بتاعت الدينوميناتر يبقى حق فرق الزيروس اف دينوميناتر اصفار المقاب وانا هنا جبتها بالمنطق محتاجتش القاعدة يعني هو منطقيا انا ينفع اعوض في الدلة دي او في الفونكشن دي عن ال اكس باي حاجة الا مين الا الاتنين حلو يبقى انا كده قلتلك اديتك رخص قلتلك يا ولدي حضرتك تقدر تروح تعوض عن ال اكس هنا باي حاجة حقيقية باستثناء مين الاتنين طيب تعال نشوف نظر وان يا ولدي افوف اكس ايكل اكس ماينس تو على اكس سكوير بلس تلاتة اكس ماينس فور يعني انا عايز اجيب الدومين بتاع دي فعشان اجيب الدومين يا محترم الدومين بيبقى حق فرق اصفار المقاب انا ماينفعش هنا اخلي المقاب المقام بصفر فانا عايز اجيب قيم الاكس اللي تخلي المقام بصفر عشان استبعدها من المجال يبقى هروح اساوي المقام ده بالصفر حل بقى المعادلة دي عالالة او انت حللها عادي يعني معادلة اربعية فهتطلع لي الاكس باربعة والاكس بسالب واحد ايه اللي طلعوا دول دول قيم اكس اللي يخلوا المقام بيساوي صفر يبقى دول ماينفعش عاوض بيها هنا يعني الدلة دي او الفانكشن دي ينفع عاوض فيها عن الاكس باي حاجة الا دول يبقى الدومين هو حاها ار فرق سالب واحد واربعة ماشي يا رايز يبقى انا بديك كده ختم بقولك روح عاوض باي حاجة هنا باستثناء السالب واحد ولا اربعة مهم فاشت عاوض بيهم هنا طب ايه همية المجال يو ايه المجال ده داخل معاك في انك عشان تعمل ترسم فونكشن ترسم دلة لازم تجيب مجالها الاول عشان تعفها ترسمها في اني فترة وايه هي القيم اكس اللي معاك ويه اللي مش معاك لما تيجي تشتغل في التفاضل لما تيجي تشتق تعمل فالسيادتك محتاج تجيب المجال عشان تحدد النقطة اللي انا هجيب المشتقة عندها دي هي نقطة في المجال ولا لا لانها لو مش في المجال مش هقدر اجيب المشتقة عندها لما تيجي مثلا حاجة كتير لما تيجي مثلا تشتغل عايز تعرف التزاد والتناقص محتاج ارسم الدلة فعشان ارسم الدلة محتاج مجالها عشان اجيب المدى محتاجها رسم الدلة فعشان ارسمها محتاج مجالها حورات كتير فكمل معي بس فعلا نشوف مثال اخر F of X X minus 2 على X square minus 2 او 3 X plus 2 يلا يجي شاب شطر منكم يقول لي يا ابو عصام انا اقدر اختصر هذه الدلة كالقاتي احلل الى تحت يبقى X في X وعددين ضربوهم اتنين مجموعهم تلاتة هم اتنين في واحد واللي اتنين ياخدوا اشارة معامل سين او معامل X يبقى عاملة كده بيروح رايح مطير اقول له يا ولدي هذه كارثة لما تيجي تجيب المجال المجال بيتجاب بدون اختصار يعني الدومان عشان اجيبه ما بختصرش لا انا هجيب الدومان من هنا ما ليش دعوة بدي يبقى الدومان من هنا هيبقى R فرق اصفار المقام ساوي المقام بالصفر لما ساويه بالصفر هساوي ده بالصفر يعني فيطلع لي X بواحد و X باتنين يبقى المجال هو حاهم عدل واحد والتنين اللي هم بيمثلوا اصفار المقام لكن ما اختصرش عشان اجيب المجال دي نقطة مهمة جدا ما تختصرش عشان تجيب المجال المجال بيتجاب بدون تبسيط بدون اختصار هو ده المجال انما لما اجي ارسم بقى الدلة هختصر واروح ارسمها بس لما ارسمها يكون معايا مجالها اللي هو ده اكون عارف ان مجالها هو ده وده هنشوفه قدام شوية لما نتعلم نرسم دوال طب تحا نشوف اللي بعضه عايزين في الكل ده طبع مثال واحد ها كل ده طبع مثال واحد اللي بيقول لي هات الايه هات الدومين اهو كل ده احنا مكملين مع نفس المثال يلا عايزين الدومين بتاع الدلة دي F of X equal X minus 2 علن X square plus 1 هتقول لي يا استاذ هذه دلة كسرية rational function فعشان اجيب الدومين بتاعها فالدمين بيبقى حهم معدى اصفار المقام اللي هي ال R معدى اصفار المقام عارف انت لو راجل بتفهم قوي المقام ده ملوش اصفار يعني مستحيل المقام ده يبقنته بصفر هتقول لي لا على فكرة ممكن يبقنته بصفر لو عوضنا بالعدد التخيلته هقول لك يا استاذ احنا شغالين دلوقتي على دواء الحقيقية ما اللي نبته يعني ايه يعني دلوقتي انا عشان اخلي المقام بصفر محتاج ان ال X تربيع تبقى بسالب واحد هل في قيمة حقيقية ل X قيمة حقيقية لما ربعها تديني عدد سالب مستحيل يبقى الدومين هنا بدون حل بالمنطق من فهم يعني ايه دومين هو حاه رغم من الدلة كسرية بس كده طب يا بقصام عايزين نأملها رياضيا هتروح لما تساوي المقام بالصفر سوينا المقام بالصفر حل اطلع لي X سكوير بسالب واحد يبقى X بتساوي موجب او سالب جزر سالب واحد ده ينفع ما ينفعش الا لو كنا شغالين عدد تخيول ايه لكن احنا شغالين في حاه اسمها دوال حقيقية ريال فونكشن تمام كده طيب لو كنا شغالين بقى في العدد التخيولية مين اللي يخلي المقام صفر ان انا عوض عن X بالعدد التخيولي تيه اللي هيبقى اسمه دلوقتي I I ده اللي هو تيه اللي هو بيساوي جزر سالب واحد طب ليه سموه هنا I جاية من كلمة imaginary number يعني عدد تخيولي خلاص لو حطنا X هنا بI I تربيع بسالب واحد زائد واحد بصفر يبقى دي الحالة الوحيدة اللي تخليلي المقام بصفر اللي يبقى فيه عدد تخيولي لكن انا مش شغال عدد تخيولية فالمجال بتاع الدلة دي هو H أو R طب نكمل رقم 6 عايزين الدومين بتاع الدلة دي F في X بتساوي مثلا ال square root بتاع X minus 2 ايه ده هو square root ده يعني انا هنا لما اقول لك تاني عشان نرجع للأساس والفهم والمنطق بتاع الموضوع لما اقول لك هاد دومينيب انا عايزي انا عايز قيم X اللي ينفع عوض بياي هنا طيب الجزر التربيعي او الجزر اللي الدليل بتاعه زوجي عمتا هنا زوجي بيبقى عنده مشكلة بيبقى عنده مشكلة ان اللي تحتي ده ما ينفعش يكون سالب يعني لازم اللي ينفعش يكون موجب او صفر لان جزر الصفر بصفر خبارك ماشي كده انا عايز اجيب قيم ال X اللي تخلي ده موجب ده موجب يعني ده اكبر من الصفر بس انا قلت لك ان الجزر ما عندهش مشكلة مع الصفر يبحط على مات يساوي يبقى X حل بقى المتبينة دي ودي بعكس الاشارة يبقى X اكبر من او يساوي اتنين خد بالك المتبينات لما تيجي تحللها اللي هي بنسميها الإن ايكواليتي إن ايكواليتي يعني متبينة لما تيجي تحلها بتبص على الدرجة بتاعتها ده كده متبينة من الدرجة الاولى يعني السيني القص بتاعها واحد او ال X القص بتاعها واحد فلما باجي تحلها يا محترم بحلها زي علامة اليساوي يعني بودي بعكس الاشارة عادي واقسم عادي والكلام ده بينما لو كانت متبينة من الدرجة التانية او التالتة وخلافه دي بتتحل بطرق تانية هنشوفها كمان شوي يبقى دي دي كده اللي طلعت عشان ابقى فاهم دي قيم ال X اللي تخلي اللي تحت الجزر اكبر من الصفر يعني موجابة او بتسويه يبقى هو ده الدومين يبقى الدومين هو X اكبر من او سوي اتنين دي عايز احولها بقى لشكل متبينة او انترفل على شكل فترة ولا ايه اللي هي الانترفل فX اكبر من اتنين يعني من اتنين لمالة نهاية واللي اتنين هقفل عندها عشان فيه علامة يساوي والمالة نهاية هفتح عندها بالمنظر ده عارف الكلام ده معنى ايه؟ معنى اني بقولك ان الدلة دي مقدرش اعوض فيها بقيم ال X الا قيم الفترة دي فقط لو فكرت اتعوض بقيم بره الفترة دي الجزر هيبقى تحتيه سالب يعني مثلا ايه هي القيم الفترة دي؟ هي اي قيم اكبر من الاتنين حط اتنين ونص اتنين ونص نقص اتنين يطلع لي جزر ونص تمام بينما لما اجي اقولك مثلا خدلي رقم بره الانترفل دي بره الفترة دي مثلا خلينا نقول واحد جزر واحد مقص اتنين يعني جزر سالب واحد ماينفعش عارف الكلام ده معنى ايه؟ معنى ان الدلة دي لما تيجي ترسمها او تشتغل عليها اشتقاق او ايا كان ماينفعش تترسم غير في الفترة دي ماينفعش اشتق اي او اجيب لها المشتقة عند اي نقطة عليها الا في الفترة دي يعني دلة زي دي مثلا ماينفعش اقولك هاتلي المشتقة عند الواحد لان الواحد اصلا مش في المجال بتاعها خلاص؟ فبالتالي تاخد بالك ايه كمان؟ تعال نروح للبعضه المثال اللي بعديه رقم كام؟ رقم سبعة المثال اللي بعد كده باش مانسين عايزين الدومين بتاع الفونكشن دي فوف اكس ايكوال الكيوب كروت الجزر التكعيبي للدلة اتنين اكس نعص واحد فبالتالي المنظر اللي قدامي ده حبيب قلبي ده جزر تكعيبي طالما الدليل فردي ما عنديش مشكلة تحت مع الموجب والسالب يعني الدومين هنا هو مجموعة الاعداد الحقيقية حقا يعني هنا اقدر اعوض عن الاكس باي حاجة طب خد التم عايزين الدومين بتاع الفونكشن افوف اكس ايكوال الجزر الرابع او الجزر الرابع للدلة اتنين او تلاتة ناقص اكس هنا ده جزر زوجي بقى ففي مشكلة فانا لازم اللي تحت ده كن ضامن النموجة يعني اخلي اللي تحت ده اكبر من او يساوي الصفر وحل عادي جدا هنودي التلاتة بعكس الاشارة يبقى نيجاتف اكس اكبر من او يساوي نيجاتف تلاتة اضرب في نيجاتف لما بضرب في سالب المتبينة بتتقلب يبقى اكس اقل من تلاتة يعني هي دي قيم السين قيم الاكس اللي تخلي اللي تحت ده موجب او بيساوي صفر يبدو من بتاعنا هو ان اكس تنتمي اكس اقل من او يساوي تلاتة دي يعني من سالب مالا نهاية لتلاتة تلاتة مقفولة والسالب مالا نهاية كده كده مفتوحة لان انا معرفهاش يعني ايه يعني انا اقدر اعوض هنا عن الاكس باي قيمة في الفترة دي براها ما ينفعش لو قيمة برا الفترة دي هتخلي اللي تحت الجزر سالب وده ما ينفعش خلاص كده ده بالنسبة للجزء ده طيب تعالي هنشوف مثال تاني عايزين الدومين بتاع الدلة دي افوف اكس بتساوي الجزر التربيعي اللي هو السكوير روت بتاع اكس تربيع مواقص اربعة اه تعالي هنا بقى هنا لما نيجي الحل دي احنا عايزين دومين بتاع دلة جزر والدليل زوجي هنا ما بنكتبوش اتنين فلازم اضمن اللي تحت دي يكون موجة يعني اكس تربيع ناقص اربعة اكبر من الصفر او بيسويه لان ما عنديش مشكلة مع الصفر دي متباينة درجة تانية المتبينات اللي احنا كنا بنحلها من شوية الانيكواليتز اللي كنا بنحلها من شوية كانت من ذا الدرجة الأولى فكانت سهلة طب متباينة الدرجة التانية دي حلها ازاي؟ بحلها الاول ان انا جيب اصفار الدلة دي يعني ساوي دي بصفر تطلع اكس تربيع باربعة يعني اكس باتنين واكس بسالب اتنين ثم بروح اعمل حاجة اسمها بحس اشارة الدلة دي يعني حط الاصفار ادي سالب اتنين بالترتيب وادي اتنين وابحس اشارة ده يعني عوض انت عندك تهد فترات عوض برقم اقل من سالب اتنين هنا شوف لي ده هتبقى شرطه ايه يعني سالب ثلاثة مثلا يبقى سالب ثلاثة تربيع تسعة اقصاربعة خمسة موجبة عوض برقم ما بين سالب اتنين واثنين هنا وليكن صفر يطلع صفر اقصاربعة سالبة اكبر من الاتنين يبقى موجبة ايه اللي اطلع لي ده اللي اطلع لي ده هي اشارة المقدار اللي فوق طب هو انا عايز يمن البداية انا عايزه يكون موجب او بيساوي صفر فالمقدار ده موجب في الفترة من سالب مالا نهاية لاتنين اتحاد من اتنين لمالا نهاية او من سالب مالا نهاية لسالب اتنين اتحاد من اتنين لمالا نهاية السالب مالا نهاية مفتوحة والمالا نهاية مفتوحة طب هو السالب اتنين اللي عمل فيها ايه السالب اتنين دي هي اصفار الدلة والاتنين فاقفل عندهم معايا عادي اهو ده المجال اللي احنا ممكن نكتبه هو ده المجال ممكن نكتبه ها فرق الفترة من سالب اثنين لاثنين بس مفتوحة الفرق بعكس يعني هنا مقفولة عكس افتح ماشي كده يعني ايه يعني نقدر اعوض عن الاثنين هنا باي قيمة في الفترة من سالب ملا نهاية سالب اثنين او من اثنين لملا نهاية لكن لو قيمة ما بينهم لو قيمة اسف برا الفترة دي يعني قيمة كانت في الفترة المفتوحة من سالب اثنين لاثنين ما ينفعش عوض بيها يعني لو عوضت بصفر هنا هيحصل عندي مشكلة هيبقى جزر سالب اربعة وخلافة طيب دعا نشوف اللي بعده المثال العاشر بيقول لي عايزين افوف اكس بتساوي بسكوير روت بتاع اربعة اكس تربيع ناقص اتناشر اكس زائد تسعة نفس المشكلة اللي تحت الجزر ما ينفعش يكون سالب فلا هاخد اللي تحت الجزر ده اخليه اكبر من او يساوي الصفر ماشي يا رايز هتأكد بس من ارقام المسألة تمام ثم نمسك دي بقى نعمل ايه نروح نجيب اصفرها ما اصفرها يعني نسويها بالصفر قلنا متبينات الدرجة التانية او التالتة اي متبينة مش من الدرجة الاولى بتحلها ان انت تجيب الاصفار وتبحس اشارة حواليه خلاص فهتأصفار الدلة دي يعني يحلها على الآلة او حللها اتنين اكس في اتنين اكس وتسعة تلاتة في تلاتة وهنا سالب سالب بيساوي صفر يعني في الاخر ده هيساوي صفر او ده هيساوي صفر في جميع الاحوال هيديني الاكس بتلاتة على الاثنين دي الاصفار بعدين اروح عامل كده اروح حاطة هنا لصفر بتاعي وبعدين ابحث اشارة المقدار ده في الفترتين دول هاخد رقم اقل من تلاتة على الاثنين عوى بيهن وليكن صفر هيديني تسعة موجب رقم اكبر من تلاتة على الاثنين عوى بيهن مثلا اتنين هيطلع اربعة فاربعة ستاشر نقص اربعة وعشرين يعني سالب تمانية زي تسعة برضو موجب ايه ده يعني اللي جوه ده دايما موجب اه يعني ده هيديني ايه المجال هيبقى ايه المجال بتاع الدلة دي هو حا الدومين هو مجموعة العدل الحقيقي مفيش قيمة لسين عوى بيهن تبديني رقم سالب ولو انت عايز تفهم اكتر المثال ده اللي تحت ده حبيب قلبي هو مربع كامل هو اتنين اكس نقص تلاتة لكل تربيع وعايز اعلمك حاجة بقى جزر اي حاجة تربيع الجزر ما فيطرش تربيع بيديني مقياس الحاجة بيديني مقياس الحاجة خلاص؟ يعني ده اصلا هو مقياس اتنين سين عوى ستلاتة فبالتالي المجال هو حا والكلام المقياس لسه جاي قدام شوية او الابسوليوت فاليو فونكشن لسه جاي قدام شوية طيب ايه كمان؟ كده احنا اتعلمنا نجيب مجال طب ناخد مثال اصعب شوية بديني فونكشن شكلها كده واحد على السكوير روت بتاعه اربعة زائد تلاتة اكس ناقص اكس سكوير هنا الطالب هيتزهلل بقى يحصل له مشكلة يقول لك ده كسر ومعاه جزر فانا اعمل ايه؟ قال لك يا سيدي بصر هات مجال الجزر الاول هات الدومين بتاع الجزر الاول هخلي اللي جواه اكبر من او يساوي الصف واحل المتبينة دي ازاي؟ اجيب اصفار الدلة دي يعني اخد ديها ساويها بالصف عشان احلها هضرب في سالب تبقى عاملة كده واحل على الآلة تطلع الاكس مرة باربعة والاكس مرة بسالب واحد ثم نبحث اشارة نبحث اشارة نبحث اشارة احط الاصفار اللي هما سالب واحد واربعة واعوب بقى بالاكس مرة هنا برقم اقل من سالب واحد هنا هو او هنا يعني اي حاجة مش تفرق او خلينا هنا ماشي نعوب بسالب اتنين يطلع لي اربعة نقص ستة سالب اتنين نقص اربعة تطلع سالبا نعوب برقم ما بين سالب واحد واربعة هنا عشان نجيب اشارته وليكن صفر تطلع اربعة زائد صفر يعني موجبا ولو خدت رقم اكبر من الاربعة زائد الخمسة رميته هنا هيديك سالب يبقى الدومين بتاع الدلة دي هو الفترة من سالب واحد الاربعة بس فيه مشكلة اللي احنا جبنا ده عند السالب واحد المقدر ده هيبقى بصفر يعني المقام هيبقى بصفر وفيه هنا كسر فما ينفعش وما لا نعمل ايه افتح الفترة عند السالب واحد وعند الاربعة ايه اللي خلاني فتحت الفترة وجود وجود الجزر في المقام وجود الجزر في المقام خلى الفترة تفتحت ده بياخدنا الحاجة تانية بقى بياخدنا لايه الحاجة تانية الا وهي ان احنا لو عندنا او هنا يعني العمليات على الموضوع ده مجموعة خاص للمجال اول حاجة لو انا عندي دلة اسمها افوف اكس مجالها الدومين بتاعها اسمه دي واحد وفيه دلة تانية اسمها مثلا جي اوف اكس الدومين بتاعها دي اتنين لو انا جمعت الدلتين دول يعني مثلا لو رحت جبت افوف اكس زائد جي اوف اكس او طرحتهم او ضربتهم يبقى المجال الناتج بتاع الدلة الناتجة من عملية الجامع او الطرح او الضرب بيبقى الدومين بتاع الاولى تقاطع دومين التانية طب لو اسمتهم لو اسمت دول على بعض الدومين هيبقى الدومين بتاع الاولى تقاطع دومين التانية معاذ اصفار المقام الاصفار بتاع جي اوف اكس طب هو ده هيفيدني فيه هيفيدني في الدول المعقدة يعني مثلا لما اقولك هات المجال بتاع الدلة دي F of X بتساوي X زائد 2 على جزر X ناقص 1 فدي ده اللي معقدة لان هي كسر وفيها جزر فعشان اجيب مجالها هاب بيه مجالها هيبقى مجال اللي فوق تقاطع مجال اللي تحت معدى اصفار المقام طيب هات مجال دي مجال دي الدومين بتاعها دي لوحدها يعني دي كسرية حدود هات الدومين بتاع دي الدومين بتاع دي عشان اجيبه هخلي ده اكبر من او يساوي الصفر فتطلع لي X اكبر من او يساوي واحد يبقى ده مجالها يعني من واحد مقفول لمالة نهاية حلو او لمالة نهاية مفتوح طب استنى يبقى الدومين بتاع دي كلها هيساوي تقاطع دومين الأولى مع دومين التانية الانترسكشن اللي ما بينهم مع هذا أصفال المقام يبقى ده الدومين بتاع المجموعة كلها بتاع الدلة كلها هيساوي الدومين الأول تقاطع الدومين التاني واللي هيطلع لي اروح جايب له فرق أصفال المقام يلا هاتلي دومين الأولى دومين الأولى اللي هو R تقاطع دومين التانية اللي هو من واحد مقفول لمالا نهاية مفتوح هل تقاطع دون مع بعض انت بتجيب تقاطع حاجة من حاجة جزئية منها فطبيعي يديك الجزئ يعني ايه ادي حه دي ار و ادي من واحد لمالا نهاية و حه دي كلها التقاطع ما بينهم هيديني من واحد لمالا نهاية يبقى داء كده هيديني من واحد لمالا نهاية اعمل له فرق اصفار المقام أجيب أصفر المقام إزاي ساوي المقام بالصفر جزر X مع أصفر 1 B ساوي 0 ربع يبقى X بتساوي 1 يبقى معدى الواحد معدى مجموعة الواحد لما أقول لك من واحد لمالة نهاية فرق الواحد يبقى إيه يعني الواحد ما يبقاش معايا يبقى هافتح عند الواحد لمالة نهاية يبقى ده المجال بتاع الدلة دي من واحد مفتوح لمالة نهاية فده هيساعدني في إيجاد مجال الدوال المؤقتة عايز اقوليك مثال مثال اهو بيقول لي اه او استندا نشوف انا مثال طاب تاني من عندي يقول لي افو في اكس بتساوي اكس سكوير بلاس اتنين اكس ماقص خمسة مضروب فيه الجزر الرابع لاكس زائد اتنين فبرضو هنا ده عشان اجيب الدومين بتاع الدلة دي معقدة هي عبارة عن ضرب دلتين فالدومين هيكون دومين الاولى تقاطع دومين التاني هالدومين الاولى دومين الاولى دي كسيرة حدود الدومين بتاعها المجموات العدد حقيقية هالدومين التانية دومين التانية ده جزر والدليل زوجي فهخلي ده اكبر من الصفر فتطلع اكبر من او ساوي اكس اكبر من او ساوي ساوي سالب اتنين يبقى دومين دي هو الفترة مقفولة من سالب اتنين لما لا نهاية يبقى الدومين بتاع حاصل الدرب بتاعة الدلة كلها بقى يبقى الدومين كامل هيساوي الدومين الاول تقاطع الدومين التاني من سالب اتنين لما لا نهاية طيب كلام جميل هالتقاطع دول لما جيب تقاطع حاجة مع حاجة جزئية منها بيدي الجزئية ودي انا وردها لك كمان شوية من شوية يبقى الدومين هو اكس تنتمي لسالب اتنين وما لا نهاية يعني دي قيم اكس اللي اقدر اعوب بيها في الدلة دي وما يحصلش مشكلة. طب كلام جميل. يبقى كده احنا شفنا المجال بحالاته. طب خد بالك احيانا المجال بيكون يعني الدومين بيبقى معطى. يعني يجي يقولك مثلا اي فوف اكس. اكوال اكس اكس سكوير بلاس اتنين اكس ناقص خمسة. فلو جبنا الدومين بتاع الدلة دي. فالدومين بتاع الدلة دي هو ها اللي هو ار. لانها كسية حدود بلينومية. لكن هيجي يقولك وا اكس تنتمي لسالب اتنين واربعة. يبقى خلاص هو عايز ده يبقى الدومين. يعني كأنه قطع المجال الكبير خد منه. عايز يشتغل على فترة جزئية يعني. يبقى اكس تنتمي لسالب اتنين واربعة ده الدومين الجديد. يبقى الدومين بتاعها هو الفترة من سالب اتنين لاربعة. هو عايز يشتغل على الفترة دي. احيانا يكتب لك دي بالمنظر ده. يقولك ايه? يقولك اف نقطتين. ار او. يقولك اف نقطتين سالب اتنين واربعة سهم ار. ما لكش يدعو اللي بعد السهم ده ايه دلوقتي. حلو. و افه في اكس. بتساوي اكس تربيع زاد اتنين اكس نقص خمسة. فطريقة الكتابة اللي فوق دي. معناها ان اللي هنا ده هو الدومين. طب وده ايه ده الرنج ومالناش ده عبيد لوقتي. يبقى ده معناه انه هو بيقولك ان الدلة دي مجالها الدومين بتاعها هو الفترة من كام لكام من سالب اتنين لاربعة. هنضرب مجموعة امثلة بتوضح اهمية الدومين او المجال. تعالا نشوف مثال. يبقى انا كده اطلع من هنا. راجل بعرف اجيب مجال. ودي اهم مقطة في في الحصة دي او في السيشن دي. تعالا نشوف بقى مسال. ليقولي. اف. ار الموجبة. سهم ار. لا استنى اف. معلش ثواني. وا. افوف اكس. ايكول. اتنين اكس تربيع ناقص سبعة اكس. زائد خمسة. بعدين قال لي وا. جي. مقطة دين. سالب مالة نهاية. وسالب اربعة. سهم ار. و. جي اوف اكس. بتساوي. اتنين اكس ناقص خمس. اوجد او فايند. رقم واحد. اف بلاس جي. اوف ثلاثة. اه. تعالا كده نبدأ بالأولى. ايه القرف اللي هو كاتبه ده؟ القرف اللي هو كاتبه ده بيقولك ان فيه ده اللي اسمها اف. مجالها حاها الموجب. ده مدهها مناش دعوة بيه. يبقى الدومين بتاع اف. الدومين بتاع اف. بيساوي ار الموجب. ودالة تانية اسمها جي. الدالة جي دي الدومين بتاعها. هو من سالب مالة نهاية لاربعة. قلنا طريقة الكتابة دي معناها كده. لسالب اربعة. وده المده. او الرنج مالاش دعوة بيه. فبيقولي هاد اف اف جي او اف زائد جي تلاتة. يعني ايه؟ يعني عايز يجمع الدلتين. بعدين يروح يعوض عن الاكس بتلاتة. فانا هجيب الاول اف اف جي. طيب او اف زائد جي ولا ايه؟ اف زائد جي بتساوي اجمع الدلتين. هتساوي جمع دول. لما اجمع دول تنزل اتنين اكس تربيع. وهنا الاكس تجمع مع الاكس بسالب خمسة اكس. والخمسة مع الخمسة بسالب او بصفر راحت. قبل ما اعوض بقى عن الاكس هنا بتلاتة. مش محتاج الاول اجيب الدومين بتاعت الدلت دي. عشان اعرف هو انا ينفع اعوض عن الاكس بتلاتة ولا لأ. يبقى دلوقتي انا محتاج الدومين بتاع الدلت اللي اسمها اف زائد جي. الدلت ناتجة من عملية الجمع. الدومين بتاع جمع دلتين بيساوي. بيبقى دومين الاولى. اللي هو دي واحد. تقاطع دي اتنين. يعني حاه الموجبة تقاطع من سالب ما لنهاية لسالب اربعة. تعال كده نشوف لو عملنا حاه الموجبة. تقاطع من سالب ما لنهاية لاربعة. دي اربعة. دي اربعة. يبقى حاه الموجبة اللي هي من صفر مفتوح لما لا نهاية. يعني ادي الصفر مفتوح لما لا نهاية. من سالب ما لا نهاية لاربعة يعني هي الفترة دي. اللي هي دي. فين التقاطع ما بينهم من صفر الاربعة. يبقى الدومين بتاع الدلت النتجة من عملية الجمع هو من صفر مفتوح لاربعة مقفول. هل التلاتة التلاتة اللي انت عايز تجيب قيمة الدلت عندها في الفترة دي. اه. يبقى ازا يمكن ايجاد اللي هو عايزه. ازا اف زائد جي تلاتة. هتساوي. اروح عوض في الدل عن سين بكام? بتلاتة. يبقى اتنين في تلاتة تربيع تمنتاشر. نقص خمسة في تلاتة خمستاشر يبقى اللي جابة تلاتة. بس. فده المسال بيبين لك اهمية الدومين او اهمية المجال. هزا المسال فيه مطلوب تاني. قال لي عايزين. عايزين. مطلوب تاني بيقول. بيقول لي عايزين نجيب دال اللي هي الاف. ماينس جي. اوف زيرو. تعالوا نشوف. اولا انت الاول هتجيب اف نقص جي. ده دومين التاني. اف نقص جي يعني اطرح تدلتين. انت جاي بتجيب الدالة نفسها النتجة من عملية الطرح. دي نقص دي. اتنين اكس تربيه هتنزل. وهنا سالب سبع اكس نقص اتنين اكس يعني سالب تسع اكس. وهنا خمسة نقص سالب خمسة يعني عشر. انا بطرح. كده جبت الدالة النتجة من الطرح. يعني دي كده اوف اكس. اف نقص جي اوف اكس. تمام. بعد ما جبت الدالة دي. هو عايز يروح يعوض فيها عن اكس بصفر. طب يا ابني حبيبي مش محتاج الاول انا جيب الدومين بتاع دي. طب ما الدومين بتاع دي هيبقى تقاطع الاتنين دومين مع بعض. تقاطع المجالين. اللي احنا جبناه من شوية. ما خد بالك الجمع والطرح والضرب بيطلع منه نفس المجال. فاحنا جايبين الدومين بتاع. التقاطع بتاعهم من شوية. ده هو هو الدومين بتاع الدالة النتجة من الطرح. يعني الدومين بتاع الدالة دي هو من صفر مفتوح للاربعة. فلما تقولي هات القيمة بتاع الدالة الطرح عند الصفر. هو الصفر اصلا مش في الدومين لان عنده الفترة مفتوحة. فالعملية دي غير معرفة. يبا انا مقدرش اجيب لك اف نقص جي صفر. لكن لو جي قال لي هات اف نقص جي واحد. الواحد موجود في الفترة من صفر لاربعة. فيمكن ايجاده بالتعويض هنا عن الاكس بكام بواحد. تعال نشوف مثال كمان. اجزامبل تاني يعني. براحتنا الفيديو يطول ما يطولش براحتنا. بيقول لي يا ولدي اف وف اكس بتساوي اكس على واحد زاد اكس. وجي وف اكس بتساوي اكس بلاس واحد على اكس ماينس اتنين. فبيقول لي ايه وجد كل منه. تعالا ناخدها بالتدريك. رقم واحد. اف زاد جي اف اكس. والدمين بتاعها. وكمان هاتلي اف زاد جي اف تلاتين وجدت. واف زاد جي اه خلينا نقول مثلا ايه. اه سالب واحد. فاول حاجة خالص انت هتروح تجيب اف زاد جي ازاي. اف زاد جي دي ان انا عايز اجمع الدلتين. فهنروح نجمعهم. اجمع معدي معدي هيديني اكس. على واحد زاد اكس. زاد اكس زاد واحد على اكس نقص نين. بس كده احنا جمعناهم. عايز الدومين بتاعها. الدومين بتاع دلة الجمع بيبقى ايه? بيبقى دومين الاولى. يعني الدومين هيبقى. دومين الاولى يعني الدومين بتاع اف. تقاطع دومين التانية يعني الدومين بتاع جي. طب هاتلي الدومين بتعقف الدومين بتعقف هيبقى حاهم مع عدى سلب واحد والدمين بتعجيل حاهم مع عدى اثنين يبقى انا دلوقتي هنمسح ده الدومين بتعقف هو حاهم مع عدى الواحد او سلب واحد هجيب له تقاطع مع الدومين بتعجيل اللي هو حاهم مع عدى الاثنين لما جيب التقاطع ما بين دول هيطلع لي حاهم مع عدى سلب واحد واثنين مع عذا سلب واحد واثنين اللي طلع ده هو الدومين بتاع ثلاث دوار بتاع دلة الجمع ودلة الطرح ودلة الضرب يبقى اللي طلع لي ده هو الدومين بتاع الجمع والطرح والضرب اللي هو بيساوي حاهم مع عذا سلب واحد واثنين طيب المطلوب التالت بيقولك هاتلي F زائد G تلاتة يعني روح عوض لي في الدلة دي عن الإكس بتلاتة فالأول هل مسموح لي عوض بالتلاتة؟ هل التلاتة في المجال؟ اه في المجال لان المجال حاهم عذا سلب واحد واثنين يبقى اللي اقدر اجيب لك F زائد G تلاتة هتطلع بتساوي عوض هنا عن سيم بتلاتة يبقى تلاتة على الاربعة زائد أربعة على الواحد واحسب بقى إنما لما تيجي تقول لي هات دي هل السلب واحد في الدومين بتاع الدلة دي؟ دومين الدلة دي اهو لا السلب واحد مش في الدومين يبقى دي عملية Undefined أو غير معرفة تمام؟ طيب بعدين نشوف مثال تاني أو في نفس السؤال يعني نمسح دا وناخد سؤال تاني بيقول لي يا ولدي يعني عايزين نقسم الدلتين هدي رقم واحد وفي نفس الوقت نجيب الدومين بتاعها وفي نفس الوقت نجيب اه ايه كمان؟ نجيب ايه كمان؟ نجيب F على G وفي سالب واحد وF على G وف واحد طيب تعال نقسم الدلتين نجيب F على G وفي X هنقسم ال F اللي هي X على واحد زاد X على G اللي هي X زاد واحد على X ماينس اثنين ونجيب مجال مجال الدلت النتجة من الاسماء هيبقى مجال اللي فوق تقاطع مجال اللي تحت اللي احنا جايبينه فوق فرق اصفار المقام هات اصفار المقام يعني يساوي المقام كله بالصفر حل دي مقصات يطلع دف ده بيساوي صفر يعني X بسالب واحد يبقى هو هو نفس المجال ما غيرش حاجة طيب ده المجال بتاعنا هنبسط شكل الدلت دي بس ان الاسم هنحولها ضرب في X ناقص اثنين على X زاد واحد يعني شكل الدلت في ابسط صورة هو X في X ناقص اثنين على X زاد واحد قص اثنين عايزين بقى بعدين نجيب يعني مجال دي طلع بالصدفة هو هو مجال الجامع والطرح وبقى كمان هلها مجال الدلت او الاسم هين عايزين نجيبها عند السالب واحد هل السالب واحد في مجال الدلت دي لأ يبقى ده لا يمكن حسابه طبعا عند الواحد في الفترة وفي المجال اه يبقى يمكن حسابه بالتعويض هنا عن ال X في واحد يبقى واحد فيه سالب واحد على اثنين تربية واحسب دي طلع سالب ربع يبقى اذا المجال هو شيء في غاية الاهمية في غاية الاهمية طب نرجع لللي قابله وهو نرجع لللي بعده بقى كده احنا طلعين من هنا بفضل من الله بنعرف نجيب مجال ولو جاب لي دوال يعني جمع وطرح وضرب بعرف اجيب مجالها عايزين بقى نجيب المجال من الرسم المجال من الرسم هجيبه ازاي مجموعة قيم C يعني مثلا يعني لو جي الراجل قال لي عين مجال الدلال الدوالي القتاء او لا احنا نسينا احنا بنشرح بالانجلي فان الدومين او ادي رقم واحد بدي رسمة زي كده ثانية واحد هنا هو دي اتنين ودي ثلاثة ودي سالب اتنين ودي سالب واحد دي بنسميها هول فتحة كده في الدلة معناها ان الدلة هنا غير معرفة ماشي لما نعمل لك السركلة دي او الدهلة دي طيب بيقول لي هات الدومين بتاع الفونكشن دي الدومين اللي هو مجموعة قيم C يعني الفونكشن اللي قدامي دي انا عايز مجالها فمجالها عشان اجيبو بص كده على السينات هي شغلة منين لفين من سالب اتنين لاتنين ثم حدد بقى هل في قيم في النص فيها مشكلة يعني مش موجودة لأ كله موجود طب الفترات او السالب اتنين واللي اتنين اللي اتنين معايا يبقى هقفل طب السالب اتنين عندها سركل يبقى مش معايا هفتح هو ده المجال يعني الدلة اللي قدامي دي هي دي قيم C اللي الدلة شغلة عليها غير كده لأ طب مثال تاني بديني فونكشن زي دي اهو وبعدين عامل لي كده وبعدين هنا عن دي اتنين دي واحد دي تلاتة دي سالب تلاتة وهنا دي اه ماشي الرسمة مش مظبوطة ثواني يلا في الرسمة دي عايز الدومين بتاع الدلة دي فالدمين عشان اجيبه هبص على قيم C ده الشكل التاني فقيم السينات من سالب تلاتة لاتنين طيب السالب تلاتة هي والاتنين هي هل في قيم في النص عندها دوائر يعني عندها مش معرفة اخد فرقها يعني لا طيب السالب تلاتة مقفولة عندها اه طيب والاتنين مقفولة عندها طيب بفيه كمان جزء هنا هل من اتنين لتلاتة في حاجة لا طيب من تلاتة المالة نهاية على السينات من تلاتة المالة نهاية الفيدل يبقى المجال اتحاد من تلاتة مقفول الى مالة نهاية هو ده هو ده مجال هذي الدل هو ده الدومين بتاع هذي الدل طيب هنشوف اللي بعضه اللي بعضه مديني رسمة زي كده هو او سيبك من اللي بعضه عايز اشرح انا مثال يوضح فكرة المجال افوف اكس او فكرة الرسم افوف اكس بتساوي اكس مينوس واحد على اكس تربيع مينوس واحد هنا لما نيجي نتعامل مع هذه الفونكشن او هذه الدلة اقول لك هات الدومين بتاعها فهتقول لي الدومين هيبقى حاها فرق اصفار المقام لما ساوي المقام بالصفر هيطلع لي الاكس بموجب واحد وبسالب واحد طب انا عايز ارسم دي معيني معلمتكش ترسم بس معينيش اكمل معاي للفهنة بس فلما نيجي نرسم الدلة ممكن انا ادور على تبسيط اعمله عشان نرسمها فوق اكس مينوس واحد وتحت فرق بين مربعين فاروح عامل اكس مينوس واحد في اكس بلاس واحد فدي تروح يبقى الفونكشن دي شكلها واحد على اكس زائد واحد لما ديجي ترسم دي بعيدا عن ان انا معلمتكش ترسم انت هترسم ملتزم بالدمين يعني لما نيجي نرسم دي هتبقى عاملة كده ملاكش ده انا برسمها ازاي طيب بص كده على الرسم الدومين بيقول ان الدومين هو حاهمة عدد سالب واحد والواحد طيب السالب واحد كده كده مش معاي اهو طب الواحد فين الواحد الواحد اهو اروح عامل عنده داير طب عشان تفهموا هاكدر تعالى ناكس المثال ونخلي اكس تربيع لقص واحد فوق واكس ناقص واحد تحت الدومين هيبقى هنا حاها احنا هنا الدومين بيتجاب بدون تبسيط حاها فرق الواحد لما اجي ارسم بقى الدلة دي هدور على تبسيط اعملو هاعمل الفرق بين مربعين وطير تطلع اكس زايد واحد ارسم لي الدلة دي هتترسم خط مستقيم اهو بيقطع الصداد في واحد والسينات في سالب واحد الاكس والواي قد همد ما بينهم دي الرسمة بس الدومين بيقول لي ان الدومين حاهمة مع ذا مين مع ذا الواحد يبقى عند الاكس بواحد هاعمل دايرة بس ده مهم تكون فاهمه في البداية ثم نروح للانكريزينج بقى كده الدومين الحمد لله اتفرق جبنا جبريا وبيانيا من الرسم اتعلمنا نجيبه كده وكده ولسه هنكمل عليه امثلة بس كم عايزين بقى نشوف الاتراض اللي هو الانكريزينج والدكريزينج يبقى احنا حتى الان خلصنا ايه؟ خلصنا ازاي جيب دومين ازاي اعمل اه اه يعني ايه فونكشن؟ ازاي جب دومين جبري وبياني؟ دلوقتي هنشوف الانكريزينج والدكريزينج التزايد والتناقص؟ ايه تعريف التزايد وايه تعريف التناقص؟ بص يا سيد دلوقتي لو كان عندي اكس واحد اكبر من اكس اتنين وكان افو في اكس واحد اكبر من افو في اكس اتنين لكل دي معناها الكل لكل اكس تنتمي للدومين بتاعي يعني ايها فهمك؟ فدي كده بنقول عليهانكريزينج فونكشن يعني بالبلد يعني ايه? يعني كل زيادة فسين بيقابلها زيادة فصاد كل زيادة فسين بيقابلها زيادة فصاد او خلينا عشان نعملها منطقية تبقى ديier اكس تنين و اكس واحد ودي اكس تنين ودي اكس واحد يعني ييه اللي انت بتقوله ده؟ يعني دلوقتي لو رسمت شكل زيده دي اكس واحد ودي X2 السين السين X بتزيد والY بتزيد اهو لو انا جيت هنا دي هي F of X1 لي قيمة الصاد عند سين بX1 وهنا دي F of X2 فعشان X1 اكبر من X2 و او اسف X2 اكبر من X1 و F of X2 اكبر من F of X1 يبقى دي سميها increasing function ده تزايد دي كل زيادة في سين بيقابلها زيادة في صاد ماشي كده كل ما X تزيد كل ما Y تزيد طيب الكلام ده حصل على جميع قيم X تنتمي للمجال عشان كده كنت بقولك لكل قيم X تنتمي للمجال للنمين بتاع طيب كل ما X تزيد Y تقل زي كده X بتزيد وقصدها Y بتقل يعني مثلا لو خدنا دي X واحد ودي X اتنين X اتنين اكبر من X واحد ولكن Y اتنين اقل من Y واحد طيب طيب في حاجة اسمها الكون الكون السابت كل زيادة في سين ما بيقابلش ما بيقابلش ولا زيادة ولا نقص في صوت اهو دي كده اسمها ده اللي سابت السين مهما حصل فيها الصوت سابت اللي بتبقى وي بتساوي رقم طيب هل جميع الكون او كل الدوال اللي في الدنيا بتزيد بس او تقل بس او سابت بس لا وانما الدوال ممكن تزيد ممكن تقل ممكن تبقى سابت على فترات يعني مثلا دي دلة بيحصلها انكريزين طول الوقت يعني بمون عليها بتانكريز على الدومين بتاعها او على مجالها تزايدية على مجالها دي بيحصلها ديكريزين طول الوقت فبمون عليها تناقصية على مجالها بتديكريز على الدومين بتاعها دي سابت طول الوقت طب ما انا ممكن يبقى عندي دلة عاملة كده. الدلة دي هنا بتزيد. هنا بتقل. هنا بتزيد. هنا ثابتة. فملهاش علاقة يعني مش كل الدوال اللي في الدنيا بتزيد او بتقل بس او ثابتة بس. لا في دوال بتبقى عاملة تزادة على تناقص على بتاع. وبالمناسبة هي الدوال دي اللي بتعمل مشاكل في ايجاد الرينج او المدى. طب تعالا نشوف مثال على الطراط. بيقول لي بيحدد الدكريزينج انتيرفلز والانكريزينج انتيرفلز للدوال دي. وهاتي الدومين بالمر. يلا. قل لي دي بتانكريز فين والدكريز فين. دلوقتي المنظر اللي قدامي دا. هنا بيحصل ايه? تناقص. دكريزينج. يبقى هقول له دكريزينج. ماشي? في الفترة اكس تنتمي. ليه بقى? الفترات بنجيبها على محق ورس سينات او على محور اكس. بتقل في الفترة من كامل كاد? من? بص يا واحد يقول لك هنا من مالة نهاية. يا استاذ انا عايز الفترات على محور اكس. ده بيحصل فيه ده ناقص على السينات من اللي فين? من سالب مالة نهاية لصفر. طب بتزيد فين? من صفر لاتنين بيحصل لها تزايد. يبقى بتانكريز. في الفترة من صفر مقفول لاتنين مقفول. طب سابتة فين سابتة هنا? كونستان في الفترة من اتنين الى مالة نهاية. يبقى هنا ايه? كونستان او سابتة. طب كلام جميل وكلام محترق. وبعدين. اهل لك يا سيدي لو عايزين نجيب الدومين بتاعها. الدومين. هو الفترة من كامل كامل. الدومين اللي هو قيم السين. هي شغالة على السينات اهيه. من سالب مالة نهاية لمنجب مالة نهاية. يعني اللي هي مجموعة العداد الحقيقية او الريال نمبر زر. طب نشوف مثال تاني. على الانكريزي نجود دي كريزي. هنا بسا. رسمني شكل زيادة. ودي سالب واحد. وهنا دي واحد. وهنا دي اتنين. ودي تلاتة. ودي قصاد الواحد. وبيقول لي هاتلي التزايد والتناقص. هنا بتنكريز من كامل كامل على السينات. على السينات من سالب مالة نهاية لصفر. طب هنا بتدي كريز من كامل كامل. من صفر مصص على السينات. هنا بتدي كريز من كامل كامل. من صفر الاتنين. يبقى هنا بتزيد هنا بتقل من صفر مقفول الاتنين. طب هنا بتزيد من اتنين لتلاتة. طب هنا سابتة. من اين? من تلعية المالة نهاجي. خد ده. هنا رسمة تانية. ده اللي اخرى. بديني شكل زي كده. وبعدين هنا عامل لي دايرة. وبعدين هنا عاملة كده. يلا هاتلي الدمان. او هاتلي التزال والتناقص. هنا بيحصل لها ايه? تتناقص. من اين لفين? من سالب مالة نهاية مفتوحة. لصفر مفتوحة. لان عنده دايرة. طب هنا بتتناقص برضو. من كامل كامل. من الصفر مقفوش. لحد مالة نهاية. اهو. اهي. من صفر المالة نهاية بتتناقص. يبقى نقدر اقول ان هي بتتناقص على الفترة حها. يعني هي طول الوقت بتتناقص على مجالها. اللي هو حها مع عدد الصفر. ار فرق الصفر. ماشا رايز? طيب. كو قولي دا بقى. احنا ما تكلمناش على الرنج. او فيه حاجة مهمة انتازل بتفهمها قبل ما نتكلم على الرنج. الانكريزنج والديكريزنج دا. انت خذ بالك الدومين. احنا فيه تلات مواضيع. دومين. وتزال وتناقص. والرنج. الدومين انا اقدر اجيبه من غير رسم. شوفنا ازاي نجيبه جابريا. الرنج. او الانكريزنج والديكريزنج. لما جينا نجيبه رسمنا. طب هلا اقدر اجيب التزال والتناقص دا جابريا اقدر. بس باستخدام مفاهية. التفاضل. اللي هي كنا عندنا في تلت السنة ويسمها سلوك الدلة ورسم المنحلات. فعشان اعرف الدلة بتزيد فين وتقل لي فين جابريا. لازم اعرف الاول اشتق او افهم يعني ايه تفاضل الاول وازاي استخدم الاشتقاق في رسم الدوال ومعرفة فترات التزال والتناقص بتاعه. يبقى حتى الان في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دا ما اخدناش تفاضل. يبقى عايزة حد التزال والتناقص لازم اعمل ايه? لازم ارسم. يبقى لازم نرسم في الوقت الحالي. طب نيجي للرنج بقى ابن اللازينة دا. الرنج دا برضو ابن اللازينة. دا مشكلة كبيرة وكارسة من كوارس الرياض. ايه الرنج دا بقى المدى? المدى مقدرش اجيبه جبريا. الا باستخدام حاجته. يعني المدى ركز في الكلام لازم يجب بيانيا من الرسم. هو ايه المدى دا ما عليش فكرني يا بوعصار. ما انا قلت لك في الاول. اللي بتدهولها هو دا المجال اللي هي قيم اكس. اللي بينتب منها هو دا المدى اللي هي قيم واحد. طب المدى مقدرش اجيبه في التوقيت الحالي غير بيانيا. طب عشان اجيبه جبريا قدامي طريقة ايه? افهم حاجة اسمها الدلة العكسية اللي هي الامفرز فونكشن. ودي للأسف يا ولدي محدودة. مقدرش اجيبه المدى باستخدامها طول الوقت. ليه? لان مش كل الدواء اللي هي دلة العكسية. الله هو المدى يتجاب ازاي لو انا جبت الدلة العكسية اجيب المدى ازاي? من ضمن المواضيع اللي هتتشرح في في التوبك بتاع الفونكشنز الريال فونكشنز هو الامفرز فونكشن اللي هي الدلة العكسية. الدلة العكسية دي ليها مميزات. ليها خواص. ان مداها دي بقى مجال الدلة الاصلية. ومجالها هو مدى الدلة الاصلية. فبالتالي لو جبت مجال الدلة العكسية جبت مدى الاصلية جبريا. طب ماشي حلو. ليه بقى الامفرز دي لما جيب الدلة العكسية مش دايما هو عارف اجيب مدى. لان مش جميع الدواء اللي موجودة لها دواء العكسية. واتفهم ليه واحنا ماشيين في المحتوى بتاعها. لكن عايز بقى تجيب المدى فعلا بقى صح. باستخدام مفاهيم التفاؤل. اللي هي كانت اسمها القيم العظمى المطلقة. والقيم الصغرى المطلقة. يبقى حتى الان في اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي احنا متكتفين. هنجيب المدى بيانيا فقط. مش هنقدر نجيب المدى جبريا. لكن لما نيجي ناخد الدلة العكسية هنجيب مدى بعض الدواء باستخدام مفهوم الدلة العكسية او الامبرس فونكشن. طب بعد ما نجيب المدى باستخدام الدول العكسية هنلاقي نفسنا متكتفين. ليه متكتفين يا ابو اصام? لان مش كل الدواء اللي هي دولة عكسية. فمش كل الدواء لها اعرف اجيب لها مدى. اروح اخد تفاظل اتفك بقى. لاني هقدر اجيب مدى اي دلة باستخدام مفاهيم التفاظل وهي القيم العظمى والصغرى المطلقة. طيب. اجيب الرينج ازاي هي قيم الواي. يعني مسلا تعالى نشوف امثالة اللي احنا كنا معدين عليها. ادي يا عم الحج المثال ده. لازم يديك رسمة عشان تجيب المدى. اهو ادي رسمة زي دي. اهو. اتنين تلاتة. وهيدا سالب اتنين سالب واحد. يقول لي هات المدى. دي عملناها من شوية بس جبنا مجال. عايزين المدى بقى. عشان اجيب المدى اعمل ايه? قال لك يا ولدي المدى هو قيم الدلة على محور الصادات. فالمدى بتاع دي. الرينج بتاع دي. هيبقى من سالب واحد. لكام? لتلاتة. قيم الدلة على الصادات. اقل قيمة على الصادات سالب واحد. واعلى قيمة تلاتة. بس السالب واحد فتحت عندها الفترة لانه اصلا دي مش في المجال. هو ده الرينج بتاعها. هي دي قيم الدلة. هي دي القيم اللي هاحصل عليها من هذي الدلة. اللي بتدهولها المجال. اللي باخده منها المدى. اللي بتدهولها الدمين. اللي باخده منها الرينج. لعنشوف مزالهم اخر. رسمة برضو كنا اشتغلنا عليها من شوية. اهي. اهي. دي اتنين. هنا واحد. هنا تلاتة. هنا سالب تلاتة. هنا سالب اتنين. وبعدين هنا تلاتة. وعمل كده. ودي هنا كده باربعة. بيقول لي هات المدى. المدى اللي هو اقل قيمة عصاد سالب اتنين. ومعاين. اعلى قيمة على محور واي او عصادات باربعة. بس في حاجة. هل في اه اه او هنا استنى من سالب اتنين لاربعة. بس من ثلاثة لاربعة مفيش قيم اصلا. يعني من ثلاثة لحد اربعة. مفيش قيم للدل. صح ولا لا. ايوه مفيش قيم. ومن واحد لتلاتة لا. من واحد لتلاتة في قيم. انما من ثلاثة لاربعة مفيش قيمي بها اقول له فرق. الفترة المفتوحة من ثلاثة لاربعة. ماشي. او ممكن نعملها بشكل الطف وانضف. ان احنا نقول له ان المدى من سالب اتنين لتلاتة. اتحاد لاربعة. بدل ان انا كتبته ده. هي هي. بس كيها بشكل انضف. يعني الاربعة دي قيمة الوحدة. من ثلاثة لاربعة ما عنديش قيم. ما عنديش قيم للدل. ما عنديش مدى. بس يا سيدي. يعني. اه كده دي مجموعة امثلة. وده كده واعتبر اه هو اول درس. بس اه المفروض نشرح مع الكم بوزيشن فونكشن او دلة التركيب. بس دي انا اشرحها في الفيديو التاني مع او التالت مع الامبرز فونكشن والحاجات دي. يبقى احنا كده خلصنا الفيديو الاولاني. آآ اللي هو اتكلمنا فيه عن يعني ايه فونكشن? جبنا الدومين جابري وبياني. جبنا الانكريزنج والديكريزنج بياني فقط. جبنا الرينج بياني فقط. يبقى احنا كده ده ملخص السمن بتاع الموضوع اهو. ملخص الكلام رقم واحد فهمنا يعني ايه ريال فونكشن. وايه شروطها? وازاي اتعرف عليها جبريا وبيانيا? بيانيا باستخدام الاختبار البرتكال لاين تست. رقم اتنين فهمنا ازاي نجيب الدومين جبريا وبيانيا. رقم تلاتة فهمنا ازاي نجيب الانكريزنج والديكريزنج بيانيا فقط. ما نعرفش نجيبه جبريا دلوقتي الا لما ندرس تفاضل. رقم اربعة عرفنا نجيب الرينج اللي هو المدى. بيانيا فقط. لما ناخد تفاضل هنتعلم نجيبه جبريا. بس كده. ده كده الفيديو الاولاني خلص من الطوبك الاولاني بتاع الريال فونكشنز. والنهاردة هينزل فيديوهين يوم الجمعة يعني هينزل فيديوهين. ادي اول فيديو. الفيديو التاني بتكلم على زعم سكيتشنج للفونكشنز وخلافه. وده اللي التركيب هناخدها مع الفيديو التالي. شوفكم فيديو جديد ان شاء الله بالتوفيق. سلام عليكم. ويا ريت استنى استنى. في حاجة احنا ممكن كل فترة كل فترة نبقى ننزل على الحاجات اللي احنا خلصناها شيط محلول. يعني مثلا انا هحاول اتواصل مع حد من طلبة الجامعات. يعمل لي يبعث لي شيط على ما هشرحه. واحله معاكم بحيس ايه بقى احنا بنحل الشيتات برضو بنراجع او بنزبط الدنيا يعني. شوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.